أبشر بخير فإن الفارج الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى اللهم معنا معهم بمنك وكرمك وواسع رحمتك إنك أنت أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأخوة الأكارم ونحن نستقي في حلقة جديدة من برنامج أبشر بخير وإن قدر الله عز وجل ويسر تكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج في دورته على اعتبار أنه أتممنا فيه ما يقارب سنة لبرنامج أبشر بخير فتكون هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج على أمل أن نلتقي إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل ويسر في برنامج جديد أيضا يخص الرؤى وتعبير الرؤى تحت عنوان رؤياك وحتى ذلك الحين إن شاء الله نسأل الله التوفيق والسداد في حياتنا عامة وفي هذا العمل خاصة بشركم الله بما يسركم ودفع عنكم ما يسوءكم ويضركم وملأ حياتكم بالأفراح والمسرات وجنبكم الفتن والأحزان والهموم والغموم إنه ولي ذلك والقادر عليه جواهر السعادة جعلتها عنوان لهذه الحلقة الأخيرة التي نختم بها برنامج أبشر بخير كان هذا البرنامج فكرة هذا البرنامج كانت يعني هي نقل المسلم والمشاهد والمشاهدة من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي من اليأس والقنوط إلى الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل من الإحباط إلى الأمل إلى العمل وغير ذلك فكانت هي عبارة عن بشارات فيما يخص المسلم والمسلمة في دينه في دنياه في آخرته بشارات خاصة بشارات عامة كيف بشر الله الصابرين كيف بشر الله المؤمنين كيف بشر الله المحسنين كيف بشر الله الموقنين وغير ذلك من البشارات تناولنا الكثير منها في حلقات كثيرة يعني قاربت الأربعين أو الخمسة وثلاثين أو الأربعين حلقة نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا وإياكم بها في الدنيا والآخرة حين نتكلم عن السعادة السعادة مطلب كل إنسان يطلبها الصغير ويطلبها الكبير يطلبها الفقير ويطلبها الغني يطلبها القليل ويطلبها الكثير يطلبها الرجال والنساء على حد سواء يطلبها المؤمن وغير المؤمن فهي مقصد وغاية عظمى يسعى إليها كل الناس وكل الخلق حتى يكون سعداء فلا نستطيع في هذه الدقاق أن نغطي كل هذا الموضوع لكن ودت أن أذكر بعض جواهر السعادة التي حين يفعلها الإنسان يعيش سعيدا والشاعر يقول ورست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد جعلنا الله وإياكم من السعداء وجنبنا الله وإياكم الشقاوة والأشقياء جواهر السعادة كثيرة ينبغي للإنسان أن يسعى للبحث عنها فإذا وجدها ينبغي أن يحافظ عليها وأن يتمسك بها حتى يعيش سعيدا في دنياه وسعيدا في أخرى مستبشرا بالخير في دينه وفي دنياه وفي أخرى حتى لا يغلب عليه الهم ويخيم عليه الغم ويغلب عليه القلق ويحتويه الأرق ويعيش في شقاء في دنياه وفي شقاء في أخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف كما ذكر الله في كتابه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابت فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين إذن ليس كل الناس يخسر الدنيا ليربح الآخرة وليس كل الناس يعني يخسر الآخرة ليربح الدنيا بل هناك أناس غارقون في الشقاء نسأل الله العفو والعافية يخسرون الدنيا والآخرة على حد سواء عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه قال لبعض جلاسه أو من يجلسون معه من أشقى الناس قالوا أشقى الناس من بع آخرته بدنيا يعني ضيع الآخرة من أجل هذه الدنيا التي عمرها محدود ومصيرها إلى اللحود ومصير ساكنها أن يأكل حسنه وجماله الدود قالوا أشقى الناس من بع آخرته بدنيا قال لا أشقى من هذا من بع آخرته بدنيا غيره يعني هو ضيع آخرته من أجل دنيا غيره نسأل الله العفو والعافية والسلامة فجواهر السعادة كثيرة من أعظم هذه الجواهر هو القرآن والسنة عندك مصدر السعادة عندك صيدلية متكاملة من السعادة بين يديك سر السعادة والريادة والخير والزيادة على ما تبحث عن الزيادة وتلهث وراء السراب وتركض وراء طين وتراب وسر السعادة وجوهر السعادة ويعني مركز السعادة موجود بين يديك القرآن والسنة الخير كل الخير فيهما تبحث عن الهداية فيهما الهداية تبحث عن الإصلاح فيهما الإصلاح تبحث عن خير الدين خير الدين فيهما عن خير الآخرة خير الآخرة فيهما عن خير الدنيا خير الدنيا فيهما كل الخير في القرآن والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظل أبدا كتاب الله وسنة لو توقفنا عند القرآن الكريم عند القرآن الكريم وكيف أنه يعني جوهر عظيم من جواهر السعادة فضل قراءته فضل سماعه فضل حفظه فضل التخلق بأخلاقه فضل العمل بأحكامه فحاولنا أن نجمع أكبر قدر من هذه المشتركات لو وجدنا أننا نعيش بالقرآن وفي القرآن ومع القرآن في قمة السعادة مهما كانت ظروفنا المادية أو المعنوية سنبقى سعداء حين نقرأ القرآن ونعلم أننا نزرع للآخرة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولكل حرف عشر حسنات حين نحفظ من القرآن ما نحفظ يقال لقاري القرآن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقال له اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها حين نسمع القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تبحثون عن الرحمة عن الهداية عن السعادة أنا أعجب من إنسان يبحث عن السعادة أو يشك الشقاء والتعب والجهد والبلاء والعناء وعنده القرآن ولا يقرأه كيف تهجر القرآن قراءة وتهجر القرآن سماعا وتهجر القرآن حفظا وتهجر القرآن تدبرا وتهجر القرآن تخلقا وتهجر القرآن عملا بأحكامه وتخلقا بأخلاقه ثم تقول كيف أكون سعيدا لا لن تكون سعيدا وأنت بعيد عن القرآن لن تكون سعيدا وأنت بعيد عن القرآن لا تقرأه لا تسمعه لا تتدبره لا تتخلق بأخلاقه لا تتعامل بأحكامه ثم بعد ذلك تقول أنا أبحث عن السعادة أبحث عنها في كل الدنيا وعند كل الإنس والجن لن تجد السعادة ولن تصل إلى السعادة ولن ترد موردها ولن تصل إلى ساحلها ولن تبحر في بحرها قطعا لأنك بعيد عن القرآن وكذلك حين تكون بعيد عن السنة هذا الأمر الأول هذه المحطة الأولى والجوهر الأولى من جواهر السعادة حافظ على وردك من القرآن الكريم منذ متى لم تقرأ القرآن بعض الناس لا يقرأ القرآن في كل حياته ولا يسمع القرآن بعض الناس لا يقرأ القرآن سوى في رمضان فإذا انتهى رمضان أغلق مصحفه وطواه أو جعله على الرفع في المكتبة حتى يأتي رمضان القادم كيف تستنشق السعادة كيف تشم عطر السعادة كيف تتذوق طعم السعادة كيف تبصر أنوار السعادة وأنت بعيد عن القرآن وننزل من القرآن ما هو رحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كيف تكون بعيد عن القرآن وتبحث عن السعادة كيف تكون بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد عذنان عليه الصلاة والسلام وتبحث عن السعادة السعادة أن تكون خطاك على خطى محمد صلى الله عليه وسلم تسير حيث سار وتفعل ما فعل وتقول ما قال عليه الصلاة والسلام فسنته فلاح وسنته ارتياح وسنته نجاح وسنته نجاف وسنته سعادة وسنته زيادة وسنته ريادة في الدين والدنيا والآخرة الأمر الثاني ذكر الله عز وجل الجوهر الثاني أن تكثر من ذكر الله عز وجل أنت تقول أنا أريد أن أكون سعيدا وأنت لا تذكر الله في ليلك ولا في نهارك ولا في سفرك ولا في إقامتك ولا في حربك ولا في سلمك ولا في أمنك ولا في خوفك متى ذكرت الله عز وجل آخر مرة أنت لا تذكر الله عز وجل إلا قليلا وهذه صفة من صفات المنافقين وأنت تذكر الله عز وجل كثيرا وهذه صفة من صفات المؤمنين المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا المؤمنين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة لو أخذنا يوما نبويا من حياة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة نبوية من حياة محمد صلى الله عليه وسلم لو وجدنا أنه يذكر الله آلاف مرات تخيلوا إخوان منذ أن يستيقظ يقرأ أذكار الاستيقاظ من النوم يقرأ أذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور اللهم أني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إلى آخره ثم بعد ذلك يخرج من المنزل يقرأ أذكار الخروج من المنزل يدخل إلى المسجد يقرأ أذكار دخول المسجد يخرج من المسجد يقرأ أذكار الخروج من المسجد يؤدي الصلاة يقرأ أذكار ما بعد الصلاة يدخل السوق يقرأ أذكار السوق يركب الدابة يقرأ أذكار ركوب الدابة أو ركوب السيارة أو ركوب أي واسطة نقل ثم يعود إلى بيته يقرأ أذكار دخول المنزل ثم يسلم على أهل بيته يجلس يستغفر الله يسبح يحمد يهلل يكبر غارق في الأذكار النبي المختار صلى الله عليه وسلم يذكر ربه ليل نهار في الليل والنهار يذكر الله عز وجل باستمرار باكثار ولا تجني ولا يجني العبد ثمار الأذكار إلا بشرطين الاكثار والاستمرار لا يجني العبد ثمار الأذكار إلا بالاكثار والاستمرار أكثر من ذكر الله وداوم واستمر على ذكر الله ستجد لذلك حلاوة وطلاوة وسعادة لا تحد ولا تعد ولا توصف والله لا يعيش مع ذكر الله عز وجل بهذين الشرطين الاكثار والاستمرار إنسان يشكو من الشقاء يبقى سعيدا في دنياه سعيدا في دينه سعيدا في آخرته وإن أحاطت به الفتن وإن نزلت بساحته المحن وإن حل به البلاء أو تسلط عليه الأعداء أو استفحل في جسده الداء أو حار في دوائه الأطباء مهما يكون ظرفه مهما تكون أحواله يبقى سعيدا ذكر الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب نعم أحبة الأكارم أخوات الطيبات نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة حول موضوع الحلقة ونحن نتكلم عن جواهر السعادة ولا يعني أننا نتكلم عن كل الجواهر لكنها هي محطات ووقفات مع السعادة ومع جواهر السعادة الله عز وجل يقول عن الذكر الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مع التسبيح يذهب عنك ضيق الصدر مع لا إله إلا الله تجدد إيمانك ويثقل بالحسنات ميزانك مع الحمد لله شكر لله عز وجل لضمان دوام النعم وزوال النقم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركام اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكر حين تكبر الله حين تستغفر الله كل ذكر من الأذكار له أجره له فضله له أثره على نفسك أثره على قلبك أثره على روحك أثره على حياتك أثره على علاقاتك فينبغي أن لا تفرط به بحال من الأحوال الإنسان الذي يعيش بعيدا عن الذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول المثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أنت حين تغادر روحك جسدك وتكون عبارة عن جثة هامدة عبارة عن كتلة من الطين أو كتلة من التراب بعد ذلك تبحث عن السعادة أنت غارق في العصيان أنت بعيد عن الرحمن أنت متواصل مع الشيطان أطعت نفسك وشيطانك وهواك وأغضبت ربك وخالقك الذي سواك ثم تبحث عن السعادة لا السعادة تكون مع ذكر الله عز وجل مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت أيضا حين تغفل عن ذكر الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله الإنسان حين يكسو قلبه ولا يذكر الله عز وجل يكون حاله كحال الميت كحال البيت الخرب كحال بيت العنكبوت بيت واهن بيت ضعيف لا يدخل إليه النور لا تدخل إليه السعادة لا يدخل إليه الفرح لا يدخل إليه السرور لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يذكر الله عز وجل هناك أسر إخواني الكرام كاملة الأب الأم الأولاد البنات الزوج الزوجة في غفلة تام مع ذكر الله عز وجل مع الغناء مع الموسيقة مع المسلسلات مع الأفلام مع الحفلات مع اللقاءات الأسرية التي لا تتسم بالحشمة ولا بالويقار فيها تبرج فيها اختلاط فيها خلوة محرمة وغير ذلك من الأمور ثم بعد ذلك يقولون نحن نعاني من قسوة في قلوبنا نحن نعاني من غفلة نحن غارقون فيها نحن نعاني من مشاكل أسرية خلافات بين الزوجة والزوج بين الأب والأم بين الأولاد لا نجد توفيقا في أرزاقنا في وظائفنا في دراساتنا كيف تجد ذلك؟ والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يا من تعانون من ظنك المعيشة يا من تعانون من قسوة قلوبكم يا من تعانون من جمود عيونكم يا من تعانون من موت ضمائركم يا من تعانون من برود بالعلاقة بينكم وبين ربكم وخالقكم وبينكم وبين الناس وبين أفراد الأسرة الواحدة هذا ظنك المعيشة سببه البعد عن ذكر الله البعد عن الذكر البعد عن القرآن البعد عن طاعة الرحمن لا شك أنه يثمر هذه الأمور وغيرها كثير من الثمار السلبية فإذا أحباب الكرام أخوات الطيبات الجوهر الأولى من جواهر السعادة كانت كتاب الله عز وجل إلزم كتاب الله كراءة وسماعا وتدبرا وحفظا وتخلقا بأخلاقه وعملا بإحكامه ستجد طعم للسعادة ستشم عطر السعادة ستعيش في أنوار السعادة الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل معنا الاتصال الأول أختم غفران من بغداد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا مغفران حياكم الله أخوات الله إذا أنت شيخ أنا عندي استثار يعني أحف أنه يا إمام رتاحة من وفاة العليكي لحد اليوم نعم نعم كان إذا مبلغ من المال خالتها يمي نعم عفوان مبلغ من المال إيه خالتها يمي يعني مبلغ خمسين ورقة تقليل خالتها يمي كنت آني أصرف عليها يعني رغم إحنا ست جنات وثلاثة وليد نعم وفي المبلغ آني كنت أود ديها طبيب أو ديها علاج يعني فترت حوالي خمس سنوات كل آني أصرف عليه فإن يتارك كل الوافقة بي خالتها هذا المبلغ يمي نعم يعني حطم يعني ما مثلا تتقول لأحد من أخواتي أو أخواني لأن آني كل شيء قريبة علي رغم عام الزوجة وبيتي واحد ي بس آني يعني شون تقتر بي عالي خالتها يمي يعني هشي هذا المبلغ فورا أخواتي المقاربات قالوا لي إبت المبلغ إنتي صرفتي على والقسمة الفاتحة العياد مالطة الشغلات كل إنتي صرفتي حتى يعني كل أمور الفاتحة والصبعة والسنة مالطة كل آني أصرف عليها نعم ورأت مرضة شقيقتي صارت مريضة يعني طيب ساعدتها ظل مبلغ أكثر من المبلغ اللي كان موجود عندي يعني صارت عيدها زراعة كبيرة بالمريض بالخمسين مليون آني بفاعترها يعني ولي زيب هذا المبلغ من حسب على أنه أردت عن بيت آني اللي كان يمي نعم نعم واضح السؤال أم غفران أبشر إن شاء الله تسمعيني الجواب إن شاء الله مممونا أشكرا حياكم الله يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله يا أهلا أم غفران نعم 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 إخوان الكرام نجاوب لختم غفران ثم نرجع الموضوع لم يكن اتصال لختم غفران ذكرت يعني سؤالا حول والدتها وأسأل الله عز وجل أن يرحم أمك بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنته وأن يلهمكم الصبر والسلوان هذا أمر الأمر الآخر أنت إن شاء الله مأجورة ونسأل الله أن يعظم لك الأجر وأن يحط عنك كل خطيئة ووزر ببركة برك بوالديك وبر الوالدين يعني قد يكون في كل العمر في كفة وقد يكون في وقت يعني كبر السن والمرض في كفة أخرى لذلك القرآن يعني أمر بالإحسان إليهما وببرهما عاما لكن نص القرآن ركز إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما لأنه في فترة كبر السن يعني والمرض الأب والأم بحاجة إلى الرعاية والعناية والحنان والإحسان أكثر من الأوقات الأخرى فأنت إن شاء الله نصيبك يعني أكبر وحظك أوفر من البر يأخذنا أم غفران لأنه الوالدة كانت عندك وأنت تقومين على رعايتها والأمر الآخر أن الوالدة توفيت وتركت هذا المال أختي الكريمة أو غفران هناك جملة أمور قضية البير يعني هذه ليست بثمن أجرها عند الله عز وجل أجرها عند الله عز وجل الأب أو الأم بعد وفاتهم إن تركوا مالا فنحن ننظر في جملة أمور الأمر الأول إن كان عليهم دين عفوا فنسدد الدين الذي في ذمتهم الأمر الثاني الأمر الثاني عفوا إن كان لهم وصية تنفذ وصيتهم الأمر الثالث إذا بقي من هذا المال شيء بعد سداد الدين وبعد تنفيذ الوصية إن بقي من هذا المال شيء فهو للورثة هو للورثة يعني مثل ما يقول العرب هو بيدر هذا تركة تقسم على كل الورثة نستاذنكم بفاصل ثم نعود إلى إكمال الجواب للأخت أم غفران فانتظرونا حياكم الله ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله من جديد حبة الأكارم توقفنا عند سؤال الأخت أم غفران وقلنا أن الميت والدتها توفيت رحمه الله يعني له حقوق عفوا له حقوق في ذمة أولياء المتوفى الأمر الأول إن كان في ذمته دين فيسدد من هذا المال الأمر الثاني إن كان له وصية أنه أوصى بشيء من أمواله في سبيل الله في بناء مسجد للأيتام لغير ذلك فتنفذ الوصية الأمر الثالث أن يقسم باقي المال اللي هو عبارة عن تركة على الورثة بقيت أنه يا أختنا مغفران إذا كان هذا المال عام فهو يقسم على الكل سواسية للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في حالة أنه أنت مثلا أنفقت أموال معلومة يعني عندك ومعلومة عند أمك ومعلومة عند بقية أفراد الأسرة أنه احتجتم شيء مثل لأجل عملية للوالدة أو لأجل علاج للوالدة وأعطيت هذا المال على نية مثلا القرض على نية مثلا القرض والكل يعلمون بذلك فممكن أن تستردين يعني أن تستردين هذا المال أما أن يكون مثل هذا المال مقابل الجهد أو مقابل التعب أو مقابل شيء من هذا القبيل لا الأولى أن يبقى هذا البر خالصا لوجه الله الكريم وأن تنالين أجره إن شاء الله في الآخرة وإن كنت أعطيته بعض أخواتك مثلا مال من عندك مثلا يعني يخص العملية الجراحية لأختك أو غير ذلك إذا كان هذا المال بنية الصدقة فالأولى عدم الرجوع بهذه الصدقة أو عدم الرجوع بهذه الهبة أو الهدية لكن إذا كان بنية السداد فممكن ينظر في سهمها من هذا المال حصتها من هذا المبلغ جد مثلا وإنت أعطيته هذا المال فينظر في هذا المبلغ إن كان يسدد استحقاقه خلاص إذا كان أقل يكمل وإذا كان أكثر ممكن يستقطع وهكذا لكن على العموم أنا لا أنصحك أن تأخذي هذا المال فقط لك حتى يبقى أجرك كاملا في برك بأمك لكن إن كان تطيب أنفس أخواتك أنه يعطينك جزء من المال زيادة على استحقاقهم على اعتبار أنك أنفقت من عندك الكثير قياسا مع ما أنفقوهم فهذا الأمر يعود إليهم وأبقى أقول أنه حافظي على رصيدك من الأجر واخذي استحقاقك من هذا المال وما عدا يعود للورثة والله تعالى أعلم نعم نعم إخواني الكرام معنا اتصال أم جمال مندهوك لو جمال أخونا جمال مندهوك تفضل أخي الكريم حياك الله وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل أخي الكريم عندي أمي نعم مني نام تفرح يعني تقريبا نقدر أقول لك كل يال تقريبا يعني إذا ما نقعدها ما تقوم وتقوم صارخ صارخ إذا ما نقعدها تظل بهيش حالة يعني مني تنام يعني تسترسل بالنوم إلا تقعدوها أنتو إلا نقعدها يعني تشوب كوابيس نعم نعم وعني عندي من دراسة يعني إش كنت ما أدرس أنسى يعني بنتك بالدراسة تقرأ وتنسى لا لا آني آني نعم يعني مني أدرس واروح على المتحان فلك أنا آني دارس قبل أنسى كل شيء نعم نعم وإذا فقط أريد يعني بس شوية ما الأمي تهجي عليها معلوم شنو حلتها أبشر أخي الكريم من واردة يعني عندها يعني مريضة قصدي هي بمرض معين لا بس أنت مرض هذا يعني شقاق أنت زين شون يعني التزامها بالصلاة طيب يعني جيد لا لا التزامها بالصلاة وبالذكر الله وكل شيء زين سبحان الله نعم ماشي أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة أخ جمال حياك الله يا مرحبا معنا أخونا عبد ستار من جرف الصخر تفضل شيخ شونك حياك الله أخي الكريم يا مرحبا شونكم عيني تفضل أخي أحنا التزمبتكم أحنا حياكم الله الحمد لله رب العالمين نشرف شونكم أخي الكريم أحنا نازحين من جرف الصخر وريدكم تشوفونا شارع نعم نعم أخي الكريم الله يحفظكم إن شاء الله ويفرج عننا وعنكم وعن جميع المسلمين عامة وعن المهجرين إن شاء الله في هذا البلد خاص نعم نعم أبشر أخي عبستار أبشر إن شاء الله نعم إن شاء الله حياك الله نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ولكم إن شاء الله أن يخرجنا وإياكم من كل حرج وضيق وأن يكتب لنا ولكم التوفيق إن شاء الله اللهم أمين نعم نعم أخوانا الكرام كان معنا اتصال من الأخ جمال من إدهوك يقول أنه يعني والدته تعاني من الكوابيس بكثرة وبعض الأحيان يعني تسترسل مع هذه الكوابيس حتى نقوم نحن بإيقاظها فتخرج من يعني دائرة التأثير وهذا الكابوس أو ما يسمى بالجاثم أو في الرؤى والأحلام يسمى بالتحزين الشيطان يعني رؤى من الشيطان يعني يحزن بها قلب المؤمن فيرى فيها من الكوابيس أو الجاثم ما يضيق بها صدره ويحزن لأجي ذلك ويرى ما يخيفه في الرؤية أخي الكريم أستاذ جمال وإخوانا وأخواتنا المشاهدين جميعا يعني هذه الظاهرة تحصل عند كثيرين ظاهرة الكوابيس أو الجاثم الأولى بالمسلم أو المسلمة أن يسعى إلى تحصين نفسه تحصين نفسه تحصين البيت تحصين النفس تحصين أفراد الأسرة من خلال قراءة القرآن عامة من خلال قراءة وسماع الرقية الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن الكريم أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفيلة بتحصين المسلم من الشيطان الله عز وجل يقول عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال عنه قال من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس فالشيطان يوسوس لك ويخنص يوسوس حين تكون غافل عن الذكر ويخنص حين تنشط في الذكر معنا اتصال خير إن شاء الله نعم من أسف ممكن يعاود الاتصال الوسواس الخناس الشيطان يوسوس لك حين تكون غافلا عن الذكر يخنص عنك حين تكون نشطا في الذكر يكون بعيد عنك الشيطان يعني ذكر الله عز وجل من خلال قراءة القرآن سماع القرآن سماع الرقية الشرعية لكثار من ذكر الله عز وجل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وغير ذلك من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أذكار الصباح والمساء أذكار النوم أذكار المناسبة هذه عبارة عن حصن حصين وسور منيع للمسلم يقيه من شر الشيطان من شر أعين الإنس من شر أنفس الجن إلى آخر معنا أخونا محمد من أربيل تفضل تفضل أخو محمد نأسف من أخونا محمد أيضا قطع الاتصال نعم فيا أخونا جمال الله يحفظك الوالدة قد تكون من المحافظين على الصلاة لكن هل تقرأ القرآن باستمرار هل تسمع القرآن باستمرار هل تسمع الرقية الشرعية باستمرار هل نحصن فراشنا الفراش حين نأتي لننام في هذا الفراش السنة أن ننفذ هذا الفراش نأخذ بطرف هذا الفراش ننفذه هكذا أن نقرأ أذكار النوم أن ننام على طهارة على وضوء أن ننام بداية على شقنا الأيمن نقرأ أذكار النوم أذكار المساء لكن قد قرأنا وردنا من القرآن الكريم استمعنا إلى شيء من القرآن الكريم أو إلى الرقية الشرعية مثلا عند ذلك ننام مطمئنين نوم هانئة رغيدة سعيدة بعيدة عن الكوابيس وعن الجاثم وعن الشيطان لكن عندنا يكون في غفلة عن الذكر عن قراءة القرآن عن الصلاة عن النوم على طهارة يكون عندنا شيء في الليل مثلا قبل النوم من الغيبة أو عافاكم الله النميمة أو الكذب أو البهتان أو الاستهزاء أو غير ذلك من الأمور التي تأكل رصيدنا من الحسنات كما تأكل النار الحطب عند ذلك نكون عرضة أن نكون فريسة سهلة ومستساغة للشيطان يجثم على صدورنا يعني يعقد على نواصينا فلا نستيقظ على صلاة الفجر ولا على صلاة قيام الليل ونرى الكوابيس المحزنة والمخيفة والمزعجة فهذه يعني أهم الأمور التي ينبغي أن نحافظ عليها والله تعالى أعلم كونك تنسى تقرأ وتنسى العلماء يقولون إذا كانت القراءة صيد فالكتابة قيد فإن بغي للإنسان أن يعرف يعني نمطه في القراءة كما يقولون في التنمية البشرية اليوم أنت ممكن تدخل دورة خاصة بالأنماط الشخصية بحيث يساعدوك تختار نمطك معانا اتصال من بلجيك يا أخونا عمر نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي الفاضل حياك الله يعزك الشيخ أنا إذا سألت قبل شهر رحت بالمصر نعم رحت على بانك شويت عمل خيري فلقيت ناس يعني مستحين وهذا فسألت وبدتم التجلسة وإننا قالوا نحن نخلي فلوسنا ناو ناخذ علينا أرباح نعم فكلم معانا يموني تعتبر ردة وحرام قالوا لي لا أحللها الشيخ الأزهر نبطولي رقم 107 تصالة من الأزهر قالوا تسأل شنوية شنوية فكلم معانا عندي فلوسو يتخلي بانكو أخذها أرباح سنوية فرجع علي تصل بيها وقال لي فلوسك حلالي سنتقليها بانكو تاخذ عليها فوال سنوية يعني سيكون فائدة متحركة وانقرأت على انترنت لم حلال فانتو شنو شنوية كمانا سرامش عجيب يعني هو يحط الفلوس مالتا بالبنك ويأخذ عليها فوائد ويقولولي حلال يعني يقول لي الستمار هذا يقول لي هو انت جاي حافل بالبنك انت ما رايح طالب قرض من البنك حتى يجمع سيئة تتواجع يقول لي هذا حلال وما بها ما عليها فقار نعم نعم اخي الكريم ماشا اخي الفاضل استاذ عمر واضح السؤال واضح السؤال اخي وكل قرض جر منفعة فهو ربا فهاي المبالغ التي تودع في البنوك ثم نأخذ عليها فوائد لا شك انها عبارة عن اموال ربوية وقطعا هي محرمة قطعا هي محرمة يبقى يعني طبيعة التعامل بالنسبة للبنك او الجهة المستفيدة من هذا المال يعني هذا المال اللي احنا ننطيل البنك اذا كان البنك مثلا عنده شركة اسهم شركة مثلا مضاربة مرابحة وغير ذلك مثلا من الطرق المشروعة المؤصل لها شرعا فاذا اكو طريقة مثلا تتعاقد بيها مع البنك انه ياخذ هذا المال ويشغل مثلا بالتجارة والارباح تاخذ نسبة من يمها هذا العمل مشروع لكن اذا هو الاموال الطريقة المعتاد عليها انه احنا نخلي وداع بالبنك وبعدين نسترد هذه الوداع مضاف الها اموال مضاف الها اموال هو هذا قرض جر منفعة فهو ربا فهذا محرم قطعا والله تعالى اعلم حياك الله اخي الكريم نعم نعم اخوان الكرام كان معنا اتصال قلنا للاخ جمال ذكر انه يقرأ وينسى قلنا يعني ممكن واحد يستفيد من خلال مطالعة كتاب نافع في هذا المجال او استشارة اهل الاختصاص او على الاقل يعني هو من خلال نفسه يعرف نمط بالقراءة الله عز وجل قال بل الانسان على نفسه بصيرة فانت لك بصيرة على نفسك ممكن من خلال القراءة تعرف ما هي طريقة يعني استخراج المعلومات من المناهج او من الكتب التي تقرأها ما هي طريقة تستخزين المعلومات في الدماغ ما هي طريقة استحضار المعلومات في ساعة الامتحان يعني ان تركز على هذه الثلاثة بعض الناس طريقته سماعية يعني يسمع ويحفظ او يفهم بعض الناس يقرأ ويفهم بعض الناس يقرأ ويسمع يعني يقرأ بصوت عالي ويستمع الى نفسه يحفظ ويفهم اسهل او مثلا غيره يقرأ وهو يستمع اليه وهو يستمع اليه فيقرأ وفي نفس الوقت يسمع نفس النص فهذا يساعده مثلا على الحفظ بالاضافة الى قضية التلخيص قضية الكتابة رؤوس الاقلام وغيرها الامور اللي يساعد هذه امور خلنقول يا اخونا الجمال من الدهوك هذه عبارة عن اسباب من ضمن الاسباب طبعا هو يعني طاعة الله عز وجل كلما يعني اكثر الانسان من الطاعات كلما كان سببا في انشراح صدره وفي تيسير الحفظ عليه وتيسير الفهم عليه وكلما يعني استغرق في المعاصي كلما كان سببا في ظلام عقله وظلام قلبه وحرمانه من العلم والانسان قد يحرم العلم كله او جله او بعضه بسبب ذنب يقترفه وخصوصا مثلا اطلاق البصر الى الحرام وغير ذلك الامر الاخر ان يستعين الانسان بالله عز وجل بعد ما يقرأ وتكتمل القراءة عندك طالب حين يشرع بالاجابة في الامتحان يدعو الله عز وجل يعني الانبياء دعوا الله عز وجل الاولياء يدعون الله عز وجل العموم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ينبغي ان يجتهدوا بالدعاء الله عز وجل يقول قال رب اشرح لي صدري على لسان سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فتسأل الله عز وجل الذي علم ابراهيم ان يعلمك والذي فهم سليمان ان يفهمك والذي اذهب العقدة من لسان موسى عليه السلام ان يذهب العقدة من لسانك وأن يوفقك وتدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسهيل الأمور المتعسرة وفي الفتح عليك من فضل الله عز وجل النسيان غالبا أخونا جمال يكون أيضا من الشيطان الله عز وجل قال وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره فلأولى قبل أن نبدأ بالامتحان أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يكون قريب منا ويؤثر علينا ثم نبدأ ببسم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذيبال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أجذم أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر ناقص الخير وناقص البركة ومقطوع ومبتور لأنك لم تسمي عليه فنبدأ أيضا بالتسمية ونتوكل على الله عز وجل ونسأل الله أن يشرح صدرك وأن يسر أمرك وأن يفتح عليك معنا اتصال أخونا أبو ضياء من الديالة فضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخي أبو ضياء الحمد لله رب العالمين حياكم الله وحيا الله أهل الديالة يا مرحبا على رأسي رحم الله واده أخي الشيخ إحنا بس نقرأ قرأ يهيكي حفظ ما نحفظ إنا أجر ما إنا نعم يعني فقط تقرأ القرآن نعم أخير قرآن يعني دعم أنا أقرأ به بس حفظ ما حافظ حفظ قليل يعني مو خاتم القرآن كل حافظة نعم أبشر أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة والجاهد الثاني نعم سؤالي جبع ازماهر ما الحكومة عرب شيء ما جبع ازماهر أنا علي حرام حالان حضرتك أنت يعني لو غيرك ما شاء الله يعني أنت زوجت أنت يعني بالجديد إن شاء الله ما شاء الله مبارك بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير أبشر أخي أبو ضياء تسمع لجابة حياكم الله يا مرحبا يا مرحبا حياك الله نعم نعم أخوان كرام كان معنا أخونا أيضا عبد ستار من جرف الصخر يقول يعني إحنا حلونا مشكلتنا وكذا أخي الكلمة يعني إحنا برنامجنا غير يعني ليس برنامجا سياسيا ولا فيه استضافة مثل شخصية حكومية لكن مع ذلك نقول من خلال هذه القناة الطيبة المباركة نسأل الله أن يسر وأن يصل ندائك إن شاء الله للمعنيين من أصحاب القلوب الحية والضمائر النظيفة لعلهم يعني يلتفتون إلى جرف الصخر الذي يعني أصبح قصة من قصص الدهر وأسطورة من الأساطير في الظلم في الاستبداد يعني في التعدي على الناس وعلى حقوق الناس وغير ذلك فنسأل الله عز وجل أن يفرج عننا وعنكم وعن جميع المسلمين وأن يرد إخواننا من أهل جرف الصخر إلى ديارهم وإلى بيوتهم آمنين مأجورين غير مأزورين وأن يحفظنا وإياكم إن شاء الله من كيد الكائدين وظلم الظالمين اللهم آمين نعم كان معنا اتصال معنا اتصال أخونا محمد تفضل ألو تفضل أخي الكريم مرحبا ألو ألو أخي محمد نعم تفضل ألو السلام عليكم ورحمة الله تفضل أخي محمد السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا مرحبا حياك الله شيخ على مدى القرض أريد أسأل أنا أشتغل عندي عقد أريد أخذ قرض واشتري عقار حتى أبطل فعندي أطفال عني هذا القرض إذا أخذ من البن وأجر وسافر الدولة الإسلامية عيش فيها أنا مدرب بناتي وأولادي يتلوز له حرام وإذا أخذ من الفائدة متحركة يعني متافتة أنا سألت هوايا أتراك وسألت هوايا أمنا من السنة وسألت هوايا مغاربة يقولي جوز فأنت شنو أخي محمد عفوا تأخذ قرض عقاري إذا أخذ قرض أنا إذا أخذ قرض للبنك ومشتع ليه النسبة يعني 3% معلوم وإذا أجرها وأجرها إذا أجرها دولة إسلامية على مدعب أربية الظالي والثالي دمار الغرب متحركة يعني نومة ثلاثة نومة خمسة نومة ثلاثة نومة ثلاثة نومة ثلاثة نومة ثلاثة كل سنة فشين أردك على هذا السلام شيخ؟ ماشي أبشر إن شاء الله تسمع إجابة أخي محمد تسمع إن شاء الله عفوا تسمع نعم حياك الله نعم كان معنا أخوانا الكرام أيضا قلنا اتصال من أخونا محمد طبعا من أربيل ما حصلنا أخونا عمر من بلجيكيا طبعا جاوبنا حول سؤاله قال أنه قضية يعني الأموال التي تودع في البنوك ثم ترجع ومعها زيادة هل هي شرعية أو غير شرعية؟ قلنا غير شرعية لكن لا بد أن نتعرف على يعني طبيعة عمل هذا البنك فهناك بنوك تعمل بطريقة إسلامية مثل شركات أسهم يعني أو مثلا مضاربة أو يعني مثلا تجارة أو غير ذلك من الطرق المشروعة نتعرف على الطريقة هل هي مشروعة أو غير مشروعة أما إذا كانت بهذه الصورة أن نودع الأموال ثم نسترد الأموال ومعها زيادة فهذا الأمر غير مشروع والله تعالى أعلم نعم كان معنا اتصال من أخونا أبو ظياء من الديالة يقول أنا لا أحفظ القرآن لكنني أقرأ القرآن فهل أكون مأجورا على هذه القراءة نعم أخونا أبو ظياء المسلم ينبغي أن ينوع بين السماع تارة والقراءة تارة وحفظ القرآن كاملا أو بعض أجزاء القرآن أو بعض صور القرآن أو بعض آيات القرآن بما يستطيع بالإضافة لتدبر القرآن التخلق بأخلاق القرآن حتى الإمام ابن القيم رحمه الله حين تكلم عن هجر القرآن قال هجر القرآن يعني أنواع من الناس من يهجروا قراءته ومنهم من يهجروا سماعه ومنهم من يهجروا حفظه ومنهم من يهجروا تحكيمه ومنهم من يهجروا تخلق بأخلاقه وغير ذلك أنواع الهجر كثيرة لكن الخلاصة أنت تسأل أنك تقرأ القرآن هل تؤجر على هذه القراءة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولكل حرف عشر حسنات فيا أخونا أبو ضياء تقرأ القرآن تؤجر على القراءة تسمع القرآن تؤجر على السماع تحفظ آيات من القرآن حتى لو كانت قليلة تؤجر على هذه الآيات التي تحفظها والله تعالى أعلم أخونا أبو ضياء أيضا يقول أنه تزوج ما أدري هو نفس أخونا أبو ضياء اللي كان يتصل أحيانا في برامج رمضان قد يكون يعني يقول أنه تزوج حديثا بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير ويارات الكل يعني يلتفتون لهذه القضية لا تغالسون كليتكم يعني قضية التعدد الكثير من الفقاه يقول أنه الأصل في الزواج هو التعدد والآن يعني ظرف البلد يملي علينا واجب يعني شرعي وواجب من واجبات العصر والمرحلة أنه نلتفت إلى هذه القضية قضية التعدد بقضية مدروسة ومن منطلقات شرعية وواقعية ومناسبة لعلنا نحل جزء من مشكلة العنوسة ومشكلة الأرامل والمطلقات والأرامل ما أكثر ما أكثر الأرامل اليوم في المجتمع العراقي عام وفي مناطق أهل السنة عشرات الآلاف فإن بغي أن نلتفت إلى هذه القضية ونجد لها حلا والتعدد هو جزء من الحل أخونا بضياء يقول أنا عقدت في المحكمة فهل يكفي هذا أم لابد من عقد شرعي ما قال عقد سيد ما أكو عقد سيد بالشريعة أكو عقد شرعي وأكو العقد المتعارف عليه في المحكمة العقد المتعارف عليه في المحكمة هو في غالب الأحيان بالنسبة للقانون العراقي خصوصاً قانون الأحوال الشخصية مثل الوصية الميراث عفواً الطراق الزواج العدة النفقة وغيرها في غالب الأحوال نسبة كبيرة منه شرعي موافق للشريعة الإسلامية وربما يوافق بعض المذاهب مثل مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو مذهب الإمام الشافعي على العموم بعض القضاة يعتمد أنه أي شخص يجي عقد يمه هو لازم عقد شرعي أو وراء عقد المحكمة راح يعقد عقد شرعي ولاحظت هذا الأمر بنفسي فماذا يفعل؟ يوقع فقط على العقد دون أن يكون هناك إيجاب ودون أن يكون هناك قبول ودون أن يكون هناك شهود مثلاً فهذا العقد غير صحيح نقول للقضاة حاول أن تعقد عقداً شرعياً متكاملاً حتى تضمن حتى تضمن أنه ربما لا يكون هناك عقد شرعي قبل عقدك ولا بعده فحتى لا توقع الناس في حرج شديد وفي محذور شرعي لابد أن تعقد عقداً شرعياً فيه الصيغة الإيجاب قبول شهود الزوجة الزوج ولي الزوجة إلى آخره الأمور المطلوبة كلها تحاول يعني تنفذها لكن مع ذلك أنا لا أعلم هل كان هذا المهر متكاملاً أخونا أبو ضياء أو لا وأنا أقول الأولى احتياطاً يا أخوي أبو ضياء أن تسأل فإن كان هناك أحد العلماء الفقهاء طلبت العلم الذين يعني يحسنون العقد الشرعي أن يعقدوا لك عقداً شرعياً من باب الاحتياط والله تعالى أخونا محمد يقول هل يجوز لي أن أخذ قرضاً عقارياً أو قرضاً ربوياً يعني يوفر معاش آمن لأولادي في دولة مثلاً مسلمة أسافر غير دولة مثلاً يريد يغادر مثل البلد ويبحث عن هذا نقول يا أخونا محمد طبعاً كل القروض الربوية هي محرمة من الناحي الشرعية لكن هناك قاعدة شرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات والقاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدري هذا لا أفتي به أنا لكن هناك حالات اضطرارية جداً والله عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه هناك حالات اضطرارية خاصة جداً يمكن أن تستفتي بها المجامع الفقهية أو العلماء المختصين بالفقه وبالفتوى بحيث يفتوك أنت ربما لوحدك يعني ممكن نفس السؤال يسأله عشرة كل واحد يكون الجواب إلى يختلف عن الآخر بحسب حاله فإذا كانت هناك ضرورات تبيح المحظورات وهناك ضرورة قصوى جداً قد تكون هناك فتوى لبعض العلماء على أعتبار أنه هذه مفسدة ومحرمة قطعاً لكن قد تكون المفسدة التي تترتب على خلافها أو عند عدم توفر هذا المال مثلاً أكبر من هذه المفسدة هذا أمر لا أفتي به أنا مطلقاً لكن قد تستفتي به بعض العلماء يا أخونا محمد فيفتونك بالجوازي أو بالمن لكن على العموم الأصل في كل القروض الربوية أنها محرمة من الناحية الشرعية والله تعالى أعلم حبة الأكارم بهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة على أمل أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله في برامج قادمة وجديدة في الأسبوع القادم إن قدر الله تعالى ويسر نسأله التوفيق سبحانه وتعالى حتى نلقاكم في ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبشر بخير أبشر بخير فإن الفارج الله أفشر بخير فإن الفارج الله